وفي هذا الفيديو سأضروع على خمسة الأخطاء التي يدرونها الناس التي تربيه لكالوبسيت سأستطيع أن تكون تنتم من هذه الناس التي يدرون هذه الأخطاء سأبدأ بأول خطأ وهو أنه يخرج الطير سواء أنه يخرج الطير واحد شوية أو أنه يخرج يقلس حدا واحد شوية أو أنه يخرج يلعب معه وفجأة يدخل الطير أو أنه يدخل الطير أو أنه يدخل الطير إذا كان يخرج أو أنه يخرج والطير لا يريد أن يدخل طير أو أنه يتابعه وكتجرع عليه في وسط الطير لكي تدخل الصحة والطير لا يعجبه هذا ويجعل الطير أنه يقفك زائد أن الطير ستخرج المرة الجاية لا يريد أن يدخل الطير أو أنه يدخل الطير أو أنه يدخل الطير أو أنه يفقد اتقافك أو أنه يسمع لك في الوقت الذي تخرج وأنه يدخل الطير والخطأ الثاني أو أنه ينجب السباب أو أنه يتضح والآخر فهذا الرشاشة فقط أكثر عليها تقوم بتقرير قوله فهذا يمكنك أن تضع قليلات طاقة من الماء أو من الماء وفي المسئلة الثانية كما نبدأ فالطاقة قبل رشاشة على الطار وتعثنت برشاشة على الطار ويجاءن يجيب يجوزオ هنا سوف تخلي الملوذ نيره و الملعينه و يقدر يمرض لك الطير و يموت فالتقاع اللي رشينا بذيك الرشاشة كان نرشه منه بعيد و نرى رضة الفعل للطير إلا هو كان بغي أنه يدوش ركيبه لك الكالوسيت يفتح جناحه و كيف ينزل راسه يعني رب يدوش ما إلا كان الطير يهرب فبلا ما تبقى تبعو ذيك الرشاشة لأن هذه الرشاشة بلصمة أنه سوف يدوش اللي بغي و يخاف منها و ينفوه و يشوف ذيك الرشاشة و يهرب و يدوش رضة الفعل و الخطأ الثالث هو بسافة الناس لكي يرطي الكالوسيت و هو أنه يريد شد طيره من ظهره و يشده من ظهره بحل كهو تزه و هذا الطير مكي قبلها سواء كان كالوسيت أو كان أي طير أخر و يكون يلعب معك و لا يحاول أنك شده من ظهره لأنه يخاف منك و فيما يتقرب لك سوف يهرب أو يستطيع أن يهجمع لك و المسألة الرابعة أو الخطأ الرابع الذي يدعوه الناس و هو أنهم يحاولون بحل اللي يربط الطير دياله بالطرب مثلا أنك تشوف شي واحد غجيك غريب أو أنك ينشي ناس كيبدو يضربوا الطيور ديالهم و لو هذا الطرب يكون غياء عن طريق اللعب أنك بغي تلعب معه و قد تربوا لأن هذه القضية لو قيتك تطيره مع الطير ديال الطير ديال يكيس بحارب أو يهاجم و تستطيع أن يكون طريق اللعب و تستطيع قد تدخل الماكلة لأنه يهجم عليك و يعدك و لا أبقا هذا لعب عن طير و سوف يكون هذا عنف من طير جهتك و سوف تستطيع تستطيع الدين و لا أعبر بكترك وخامس حاجة وهي الأخرى وهي أنك كي نقوله تكذب على الطيار ديالك عارفة أن هذه سيأتي بشكل ولكن نراها فاش نقوله تكذب على الطيار ديالك هو مثلا لوقيته اللي كنكون وكندرسي الطيار ديالنا سواء بالأخص لكالوبسيت كتكون فيما كيدير واحد لوجيست أو واحد العملية طلبتها من ننتايا أو واحد الحركة ضروري كتكافئ بواحد الماكلة فانت ايه مثلا فاش نقوله تكذب عليه هو مثلا الطيار ديالك لها الزيته ودخل بخاطر اللقفص هو اللي كتقول له كتحلي الباب اللقفص كتقوله يدخل وكيدخل فهناك يخص ضروري تعتى واحد الجائزة مثلا نقدر ما نعتوه شمرة ولا جوجوه لاني لتكررات بزاف ذاك الطيار ما كيبقاش كيهتيق لانا لوقيته اللي دريسيناه كنقوله كتدير هاد الحاجة هذي وكين المكافأة دياله فاش كيولي هو كيدير واحد الحاجة وما كتكافئوش عليها هانا كتولي انت كتكذب عليه ولا متلا كتكوليه دخل يعني فاش كتوفيت دخلوا اللقفص ودخلتها اللقفص وكي كان ولو ما حكيتيش ليه راسه وما ما اعطيتيش شي حاجة عزيزة عليه يعني في هاد الحالة هادي كي كان قوله ركتولي تكذب على الطيار ديالك ويقدر معلو وقت هذك الطيار ذاك الشي اللي غتوليك تطلب منه ولا اللي كان كيديرو ما بقيش غيرو اللي يديرو المهم هالشي اللي كان في هذا الفيديو هادا نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله